اهلا وسهلا فيكم مرة تاني بقناتي الجديدة ماميز ات هوم اليوم رح شارككم عن اكتر مشكلة عم تواجهها كل ام عند اولاد عم يتأسسوا بالقراءة بصف الاول او يمكنكم وصلوا لصف الثاني والثالث واساتهم عم يلاقوا اولادهم عم يستصعبوا القراءة وخاصة هلا عم يكون الدرس اونلاين في ظل جائحة كورونا اكت كمان للامات يلي عايشين بامريكا واستراليا وكندا وحبيني اولادهم بالقراءة العربية اول شي رح احكي عن كل المناهج الحديثة يلي عم تعلم الولاد الحرف من الالف لاليا بكل اشكاله مثل حرف البا عم يكون بنفس الدرس فيه با بو بي وكمان بالزيد احرف الماد يلي هني با بو بي مع الالف والوا واليا ولازم يتعلم الولاد ست اشكال بنفس الوقت وكمان الاغاني للأحرف الابجادية يلي عم تتواجهت على يوتيوب عم تكون الف با تا ثا بس هول الاحرف يلي عم يتعلموا بالاغاني ما رح يستفد منهم الا بالاسم بس على عرض الواقع هو رح يستخدم اصوات هالحرف مثل ا با تا او اي بي تي وهالطريقة بالمنهج كتير حسيت ابني ضايع وما عم يقدر يفرق بينتهم بده يحفظ الست اشكال مع بعضهم برأيي افضل طريقة للولد انه يقرأ بكل سهولة ويصير يحب القراءة هو انه اول شي يتعلم الاحرف بالاصوات بدل الاحرف بالاسماء ويكون اول صوت هو حركة الفتح مثل ا با تا ثا لحدية اليا ومنخلي يركز كتير عليهم منيح حتى يتمكن منهم ومنصي نعطي كلمات فيها بس حركة الفتح مثل كاتابا داراسا بعدين منزيد منرجع بعد فترة منزيد له الاحرف يلي هي بصوت الكسر مثل اي بي تي ومنعطي كلمات فيها اول شي حركة الفتح يلي هو اخذها اوريدي وكمان منزيد له فيها حركة الكسر مثل لاعيبة شاريبة بعدين منزيد شوي شوي حركة الضمة والاحرف المد باب وبي وبعدين السكون والشدة وبها الخطوات البسيطة رح تكون كتير سهل القراءة على الولد وحتى كمان على الام من دون تعب ومن دون ستراس وبالنسبة للأعمال فيه يبلش الولد من عمره لثلاث سنين يتعلم اصوات الاحرف واذا حابين تبرشولون لو لا تكون فيكن تعلمون الاحرف بالاشكال واللعب مثل البازل او التلوين ملاحظة صغيرة فيه يكون الولد بصف الثاني او الثالث وعنده صعوبة بالقراءة بس عنده خلفية عن الاحرف بصف الاول او الثاني والأفضل قبل ما تبلشوا معه بكل هالخطوات تعملوا له امتحان صغير وتعرفوا وين هو عنده صعوبة ويلي عم يضيع فيهم هيك بصير يتعلمون بأسرع وقت ومن دون تضيع للوقت وهي كانت نصيحتي لليوم انشاء الله تكونوا استفدتم مننا واذا كنتوا عايشبين حبين تعملوا اي اسئلة او مشاركة فيكن تتواصلوا معي بمكان التعليقات وما تنسوا تضغطوا على زر اللايك او الاعجاب او سبسكرايب اذا عجبتكم قناتي باي